السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأخ عبد الرحمة داكير على القناة داكير انجليش الدرس تسوى دسبين هنا كما لاحظوك هنا واحد الأبوستخوف هنا خاص يكون ضغط عليك وهنا بين قوسين ما خصناش نطقوه أغ كليفر 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 أجيكتيف يعني غراماتيكا ونعت توصفنا الإسم هو الإنسان اللي دكي شي واحد دكي تنقوله كليفر أو لا سمارت سلامة مشوز مثال They are clever and successful to fool another animals يعني هنا درنا في واحد القصة من السلسلة في البلايليست ديال تعلم لغة الإنجليزية عن طريق القصص درنا بأن بعض الحيوانات يعني ذكية جدا لتتفول another animals يعني باش تتصيد يعني الحيوانات الأخرى يعني بحل تتفلع لهم They are clever and successful successful هي يعني الناجحين ناجحين في لكش اللي تديروا clever يعني أذكية successful يعني تنقلوا تا You are successful in your business انت ناجح في المقاولة ديالك في العمل ديالك To fool another animals They are clever and successful to fool another animals يعني آآ بالدريجة تنقلوا To fool another person هي تتصيدوا يعني يعني تتوهموا آآ على شي حويج اللي هي غير حقيقية يعني تتصيدوا To fool another animals Okay باش يخليه يبقى عايش. يعني تيمو هدك another animals. هدهو المعنى ديالها. دونك نعودوها عدة مرات باش ان شاء الله يعني نتحسنو في البرونسيشن. They are clever and successful to fool another animals. يعني بسرعة أكثر. يعني الصوت يكون مرتفع أكثر. وسرعة أكثر. They are clever and successful to fool another animals. They are clever and successful to fool another animals. They are clever and successful to fool another animals. يعني حاولوا تعودوها عدة مرات باش ما عودوها عدة مرات باش ما يعني تحسنت عندكم البرونسيشن النطق بإذن الله باش تكلموا بسرعة باللغة الإنجليزية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.